بعد اتفاقية السلام ظهرت العديد من التطورات على أرض الواقع وكان من ضمنها استيناف خدمات القطاع المصرفي وبالأخص البنك التجاري الإثيوبي وفي زيارة لنا لفرع البنك التجاري في مدينة عدقرات الذي بدأ في خدمته قبل أسبوعان التقينا بالعملاء الذين جاء البعض منهم من أجل إداعي أموالهم والبعض الآخر من أجل أن يسحب بعض المال وقمنا بسمع آرائهم حول شعورهم بعد استيناف الخدمات المصرفية أنا سعيد جدا باستيناف الخدمات المصرفية كون أن الشعب كان يعاني جدا في خلال العامين السابقين واستيناف الخدمات المصرفية ولو بشكل قليل سوف يساعد المدنيين ووصفوا لنا العملاء أنه رقم بدء استيناف الخدمات المصرفية والذي يعد خطوة جيدة إلا وأن العملاء لا يستطيعون أن يقوموا بسحب الأموال بالقدر الذي يشاؤه مما يخلق أزمة بسبب الأوضاء الطاحنة التي يمرون بها عشرون ألف ليس لها قيمة في هذا الوقت لأن الشعب كان في مشاكل متعددة ومنهم من تراكمت عليه الديون لذلك من الأفضل أن يرتفع المبلغ من عشرون ألف لكي يحل الشعب الأزمات التي يمر بها الشعب كان يواجه عدة مشاكل وخمسون ألف حتى لا تكفي فالبنوك المصرفية تمتلك الملايين في حين أنها تفرض للعميل أن يحصل على عشرون ألف فقط وهذا غير عادل لذلك الحكومة الفيدرالية عليها أن ترسل المال بالقدر الكافي من الأفضل أن تدخل النقود بالقدر الكافي حتى نعود إلى عمالنا كالسابق وأضاف العملاء أنه يتوجب على الحكومة الفيدرالية أن ترسل النقود بالقدر الكافي لتقرأي حتى يتمكن الشعب من أن يحل أموره المتشابكة بسبب الأزمة والأوضاع السيئة لم تعمل كل البنوك المصرفية حتى الآن فقط الفرع الرئيسي في مدينة عدقرات يعمل لذلك أظن من الأفضل أن تعمل كل البنوك بشكل كافي وأن تدخل النقود أيضا بالقدر الكافي ويقول مدير فرع البنك التجاري الإثيوبي في مدينة عدقرات السيد حديش قلتا أنه بسبب نقص النقود في المصرف واجه البنك مصاعي في خدمة العملاء بدأنا بإعطاء 20 ألف في اليوم وهذا بالطبع يتعارض مع القوانين المصرفية لأنها تنص بتقديم 50 ألف في اليوم ولكننا بسبب النقص لا نستطيع القيام بذلك وضعف مدير البنك على أنه يجب أن تعود الأمور إلى سابق عهدها والذي سوف يكمن في حين يعمل الجهات المعنية على ذلك نحن نريدهم أن يعملوا بطريقة نستطيع فيها أن نعود لأعمالنا كالسابق وهذا يكمن عندما يقدمون لنا النقود بالقدر الذي نطلبه منهم وحين يجد الشعب النقود متوفر له سوف نبني ثقة من جديد مع عملائنا بعد خمسة أيام من تقديم البنوك في عدقرات للنقود للعملاء شارفت البنوك على أن تتوقف في حين أن بعضها توقفت بالفعل من قلة النقود